قد نواجه أحيانا مواقف لا نحسد عليها عند التقديم للعمل أو لقاء شخصيات مهمة دون أن نعرف التعبير عن أنفسنا بطريقة سليمة للأسف فكثير من الأشخاص لديهم خبرات ومهارات متنوعة وعند ذكرها يتعلع ثم اللسان ويبدأ الشخص في سرد ما لديه بطريقة عشوائية تسقط المهم أو يسقط المهم منها عاد عن ذلك قد لا يهتم الشخص بأمور أخرى بروتوكولية كالهندام ولغة الجسد وأهمها الابتسامة فما الذي ينبغي أن يقوم به الشخص حتى يستطيع التسويق عن نفسه بطريقة سليمة دون مبالغة قد تصل إلى الغرور وأيضا دون التواضع الزائد الذي يفقد الشخص حقه للحديث أكثر عن الموضوع معنا الأستاذ رامي الأديمي وهو مختص علاقات عامة ومراسمة وبروتوكولات صباح الخير أستاذ الرامي صباح النور كيف حالك؟ أهلا فيك في صباح بقية أهلا فيك طبعاً إحنا جاينا نتكلم على موضوع تسويق وهو موضوع مهم وفعلاً هناك ممكن نقول شعرة ما بين يعني معرفة كيف نسوق لأنفسنا زي ما ذكرنا بدون أن يكون هناك غرور أو يكون هناك يعني تقليل من البات لكن قبل أن نتحدث عن الموضوع خلينا نتعرف أولاً على مصطلح التسويق تسويق الباتي هو التسويق بشكل عام مصطلح دارج والناس كلهم عارفينه لكن يرتبط أكثر شيء بالأنشطة التجارية بحكم الحاجة إلى البيع والشراء والربح لكن لما يرتبط الموضوع بمسألة شخصية فنجد أنه ناس كثير ما همش معطينا الحق الكامل طبعاً التسويق بشكل عام هو مجموعة من أنشطة أو أساليب يقوم بها صاحب المنتج أو السلعة أو الخدمة لإقناع الجمهور بهذا الشيء فكيف إذا كان هذا الموضوع هو أنت ذاتك فأنت ممكن تتكلم عن نفسك عن مهاراتك عن قدراتك كأنها منتج أو خدمة تريد أن توصلها للناس ففي هذا الحال يجب أنك تبدل مجهود أكبر وتركيز يكون أكثر علشان تقنع الناس بهذه المهارات الموجودة عندك أيضاً طيب هنا نقيل الآن للأنواع ما هي أنواع التسويق الذاتي؟ حالياً في الفترة الأخيرة طبعاً التسويق الذاتي كتسويق ذاتي نفسه ما فيش له هذا كالمجال المخصص للدراسة وكمادة علمية بقدر ما هو أكثر يعتمد على المهارة المهارة الشخصية للفرد أيوة المهارة الشخصية للفرد لذلك بتشوفوا في ناس عندهم يعني يوجد مثلاً كثير رسامين يوجد كثير فنانين مصورين كذا لكن أحدهم برز على الآخرين بشكل أكثر ربما أكيد بسبب تفوق مهارته والجودة الذي يمتلكها لكن أيضاً بسبب استخدامه لموضوع التسويق بشكل أكثر من حيث لو جئنا لهذا الشيء بنتكلم أنه في نوعين للتسويق التسويق الذاتي هو التسويق عبر الواقع والتسويق الافتراضي عبر السوشال ميديا طبعاً لكل واحد من هذه أنواع التسويق أدوات وأساليب الاستخدام مثلاً في التسويق في الواقع يحكمها مثلاً أدوات مثل المظهر المظهر الجيد كل ما كان مظهر جيد كل ما كان مقنع أكثر للآخرين أنهم يشوفوك بنظرة مختلفة يعطي انطباع جيد عنك الكلام أسلوبك في إقناع الآخرين بهذا الشيء أما في السوشال ميديا فالموضوع مختلف شوي يوجد له أدوات أصبحت الآن أكثر تركيزاً على هذا الشيء وربما صار الموضوع مرتبط بشكل كبير بحيث أنه حتى إذا سوقت نفسك في الواقع الناس تروح تبحث عنك في السوشال ميديا أيضاً ممكن ما يكون كافي أنك تسوق نفسك بس في السوشال ميديا تحتاج أنك أيضاً كمان تسوق نفسك في الواقع يعني مثل المكملين لبعض يعتبر بالضبط جداً ومن هذا الأشياء مثلاً في السوشال ميديا أسهبته في الموضوع لا عادي لأنه مهم لأنه يستفيد بأكبر قدم ممكن مثلاً في السوشال ميديا أيضاً كمان توجد أدوات للتسويق للنفس واحد شخصي لنفسه في السوشال ميديا منها أهمها البايو إيش كاتب عن نفسك إيش تشتين ناس يعرفوا عنك أكيد ما بتكتوبش أمير الأحزان أوه هذه قصة خم قصة أو بتكتوب شيء يحكموا هذا أكثر من شيء منها مثلاً المحتوى ما هو المحتوى اللي بتقدمه طريقة تقديمك لهذا المحتوى الصور اللي بتشاركها هذه كلها أشياء مهمة طريقة التعليقات والردود مع الآخرين تفاعلك في السوشال ميديا هذا جزء من تسويق لنفسك في كثير من الناس ما بيهتموش بهذا الشيء بيعتبروه أنه يا الله عادي هي سوشال ميديا هو عالم افتراضي فبيخلي هذا الشيء أنه يكون يعني دنيا سلامات ما بيعلمش أنه هذا الشيء ممكن يضره فيما بعد أو ممكن أن يأثر عليه على سيرة الضرر أعرف ناس يعني قدموا الوظائف وكانت السيفيهات حقهم قوية وكانوا دارسين ولكن أرباب العمل أو أصحاب العمل أو القهات كانوا يروحوا للسوشال ميديا وللأسف فقدوا يعني فقدوا منح بسبب الأشياء التي بيشاركوها على السوشال ميديا وفقدوا وظائفهم بسبب هذا الشيء فالواحد ما يستخفش بالسوشال ميديا الآن وإيش بيشارك مع الناس فاتفف تماما فعلا في كثير من الجهات بتبحث عن الشخص لمعرفة يعني مصداقية كلامك أنت اللي بتجيبه مثلا لما تقدم على منحة أو تقدم على وظيفة ممكن يروح يبحث عنك أصبح الآن طبعا كل شيء يذكر أنه أرفق رابط لملفك الشخصي أو شيء في ناس فعلا فقدوا منح لأنه مثلا بسبب صورة منزلها على المواقع التواصل الاجتماعي مثلا بالسلاح هذا الشيء بالنسبة مثلا للمجتمع الخارجي غير مقبول أو مثلا أنت قدمت على وظيفة وتتكلم فيها على التزام وجدية وكذا وتحصل مثلا أن موضوع المحتوى التي تقدمه لا يناسب هذا الجهة فممكن هذا شيء يأثر عليك يجعلهم أنهم يأخذوك بنظرة أخرى أو أنهم يستبعدوك من هذا المجال بس لأنك ما تمتش بالتسويق لنفسك على السوشال ميديا صح لكن بالعكس في ناس فعلا حصلوا على فرص كبيرة جدا من خلال السوشال ميديا من خلال تفاعلهم من خلال المحتوى الذي يقدموه من خلال أيضا كمان مشاركاتهم وردودهم مع الجهات التي تقدم هذا المحتوى على السوشال ميديا يحصل على الفرص لأنهم عرفوا يسوقوا منفسهم هذا تسويق ذكي طيب نجي الموضوع الآن لو في أي شخص الآن يسمعنا وعنده مهارة معينة وقرر أنه يبدأ يخوض هذا التسويق يبدأ أنه فعلا يروج نفسه ترويج صحيح إيش هي المهارات اللي يحتاجها عشان يبدأ يسوق لأي مهارة هو يملكها أحيانا يكون الصوت أحيانا يكون رسم أحيانا كتابة أي نوع من هذه المهارات ما هي هذه المهارات الأساسية اللي ممكن تساعده في التسويق نفسه بشكل صحيح ومقنع أنا من رأيه الشخصي أنه أول قبل ما يبدأ أنه يبدأ يسوق لازم أنه يحدد هدف يحدد الهدف الذي يستخدمه من هذا التسويق مثل ما ذكرنا أنه التسويق التقليدي أو التسويق التجاري هو بيحدد هدف أنه أنا والله أشتي أبيع حاجة كذا كذا أشتي أوصل للربح كذا كذا هو أيضا لازم يحدد هدف أنا أيش أشتي من التسويق الشخصي هذا أيش أشتي الناس يعرفوا عني أيش أشتي أنه توصل للجمهور عني بهذا الشيء سواء من خلال التسويق المباشر أو التسويق الافتراضي أنا أيش أشتي الناس يعرفوا عني لازم أحدد هدف بعد ما يحدد هدف يحدد الوسيلة أنا عبر أي وسيلة بوصل لهذه الجهات الذي أنا مهتم أن أسوق نفسي لديهم هل عن طريق الطريق الإلكتروني طريق مقابلات الشخصية هل عن طريق أحد يعرف أحد فيوصل عن طريق العلاقات إحنا نسميها أيوه أنا كيف الشي يوصل لازم يحدد هدف يحدد وسيلة يحدد محتوى أيش الشيء الذي بيتكلم فيه أو بيوصله لهم أنا طيب رحت لعندهم وأنا ما عندي أصلا المهارة الكافية التي هم يحتاجوها أو ما عندي الشيء الذي رح أقدم لهم ونقول لهم أنه هذا أنا بفيدكم بفيدكم لو توظفت معاكم أو مثلا لو أعطيتوني المنحة بفيدكم بهذا الشيء لأن أنا عندي واحد اثنين ثلاثة حدد المحتوى الذي بتتكلم فيه معاهم وأيضا فيه حاجة كثير ناس بيوصلوا لعندها ويعملوا أيوه وحت لنا أسرار اللي هي تسمى تنمية العلاقات أنا وصلت لمرحلة تواصلت مع شخص وقدمت لهم سوقت نفسي عندهم لكن ما قبلت يعني مجموعة من الأسباب أحيانا تكون أسباب راجعة لي أو راجعة للجهة اللي أنا سوقت لها ما فيش عندنا وظائف يعني فما وظفوش فخلاص يعني انساهم في شيء اسمه تنمية العلاقات اللي هو استمرار العلاقة مع هذا الشخص حتى فيما بعد التسويق يظل يتواصل معهم يتابع حساباتهم في السوشال ميديا يظل على علاقة شخصية بالشخص الذي قابل معه أو الشخص الذي تعرف عليه في هذه الجهة هذا الشيء مفيد جدا للمستقبل بحيث أنهم ممكن تظل عالقة الصورة الذهنية التي أخذوها عنك إذا كانت جيدة من خلال مظهرك وكلامك وأسلوبك تظل عالقة في ذهانهم أنه يتذكروك أيوه أنه هذا الشخص كان مناسب جدا وممكن حتى إذا ما فيش عندهم فرصة أنهم يعني يعملوا لك توصية إلى جهة أخرى أن هذا إنسان ممتاز لك أن نحن لظروف معينة ما استطعنا لأننا نستفيد من قدراته وممكن نستفيدوا أنتم منه كل هذه أساليب يعني أشوفها أنها ممتاز جدا إذا أنت استخدمتها بتعرف تسوقنا نفسك كويس فعلا إذا ما حصلتش مثلا الشيء الذي تشي في المرة الأولى لما تكون في فرصة ثانية والله العظيم أنه أول من يطرق على بالهم هو الشخص الذي فعلا الذي حافظ على هذه العلاقة طيب أنا مثلا الآن عدني خاء كيف أبدأ أسوق لنفسي على سبيل المثال للأشخاص الذي مش عارفين يمسكوا طرف الخيط والبداية يعني فيه ثلاثة أساليب مشهورة للتسويق للتسويق الذاتي بالذات اللي هي تسويق مباشر أنا مباشرة أتكلم عن نفسي بوست مايسلف على طول عند الناس أبدأ أعرف عن نفسي أروح أتكلم عن نفسي مع كل أشخاص الذي أقابلهم مع الجهات التي أنا مهتم فيها أنا بنفسي بابدل مجهود وأروح أعمل هذا الشيء مباشرة فيه ناس فيس توفيس يمكن ما يكون خجولين فعلا وتلاقيهم ما شاء الله فهلويين في السوشال ميديا فلما تشوفهم بالواقع تنصدر هي عملية مرتبطة شوية يعني نقدر نسميها 50-50 ولازم في السوشال ميديا أيضا كمان في هذا لأنه ممكن ينصدموا في ناس أيضا في السوشال ميديا تحصل يكاتب في البايا عن نفسه يعني حاجات ياسر لكن في الحقيقة لما يتقابل يتعرف يعني خلال مثلا عملوا معه مقابلة أو حاوروا بشيء ما هوش فاهم حاجة برغم نكاتب أنه درس مدريفين وتعلم ومعه شهادة ومعه دورات وينزل بوستات أنه هو شارك فيه وشارك فيه وشارك فيه لكن في الحقيقة ما هوش عنده قد يكون أسلوب إحنا تكلمنا على أسلوب التقديم تقديم نفسك للآخر يكون عنده أسلوب مشكلة في الأسلوب أو أحيانا يكون أحيانا لا أحيانا يكون أنه بالغ في مسألة أنه عرض نفسه في السوشال ميديا بشكل كبير ولكن لما نوصل للواقع يعني كون الشي صادم أيوة أحيانا أيضا كمان في مشكلة شاية عندنا أنه مسألة الأصدقاء أحيانا يكبروا يعني يكبروا للشخص يعطوه دعم كالدين يعطوه دعم أكثر وأحيانا يكون أيش أنه هذا الدعم فيه غير محله يعني دعمه مثلا فيه موضوع هو لا يعني لكنهم دعموه بشكل أثر عليه سلبيا في حين أنه وصل مثلا إلى مرحلة اختبار حقيقي سقط فشل فيها بيحصل له أزمة في النفسية أنه أنا كل أصحابي يقولوا علي أن أنا صوتي أحلى صوت ليش لما جيت شاركت في مسابقة ما نجحت لأنه كان فيه شوية مبالغة في الموضوع وتحتاج أنك تطور من نفسك أكثر يعني أحيانا الأصدقاء يكون لهم دور سلبي أكثر ما هو إيجابي صح الدعم والتشجيع مهم صد أيها فعلا يحتاج أيضا أنه واحد تكون فيه نقد بناء استفادة من الأخطاء تنمي الإنسان نفس يكون عنده اهتمام أنه ينمي نفسه وليس خلاص في عشرة ولا خمسة عشر شخص في السوشيال ميديا تعليقات حلوة وبوستات جميلة وشير وخلاص أن أنا أبدأ أحس أنه أنا اكتفيت ووصلت لمرحلة أن أنا ممتاز في مجالي ما عد أحتاج أن أنا أطور نفسي هذا من الأخطاء التي تحصل لكن يحتاج الإنسان أنه يكون على قد ما بيكتب فيه أو لا تكتبش عن نفسك أنك تعرف وتعرف وتعرف وبالأخير أنك ما تعرف شيء استاذ رامي كما في نقطة مهمة أيضا تخص البنات نحن أحيانا البنات يعني ممكن يكون مش هعمم لكن في نسبة لا بأس من البنات اللي تقلل من نفسها يعني يكون في عندها مهارات جيدة تكون مصورة مثلا جيدة تكون كاتبة جيدة لكن تقلل من نفسها في موقع التواصل الاجتماعي أو تقول أنا لست كاتبة بسيطة وتشوف أداء جميل يعني هذه النقطة اللي أنت ذكرتها هي كان في المبالغة لكن نقطة تقليل تقليل الذات أو أنه تنظر البنت لنفسها دائما بشكل يعني كذا متواضع هي متشرة في أوساط البنات فأنت إش رأيك عشان نشجع البنات هذا حقيقي لأنه بالضبط بالذات يعني مجتمع البنات هو أقل شوية يعني أقل سر يعني أكثر سريا من مجتمع الأولاد الشباب عندهم يعني مساحة أكبر للخروج والتعبير والاجتماعات وجلسات مقايا الأنشطة كثيرة حتى بناء العلاقات وكل شيء يكون أسرع معهم مجل بناء العلاقات أكبر بكثير فإذاك لما ينجح واحد منهم يكون عنده فرصة دعم وتشجيع من محتوى أصدقاء أكثر نادرا ما نحصل أنه في بنات عندها أصدقاء أكثر يعني لو في بنت وولد في نفس العائلة الولد أكيد عدد أصدقاء أكثر من البنت لأنه هو معه مجال أنه يطلع كذا ففي حين لمن هذا الشخص ينجح بيكون في عنده مجال للدعم والعلاقات الأكبر موجودة من البنت لذلك البنات أيضا ما نقول أنه خلاص لا السوشال ميديا أصبحت الآن فرصة أنها تكبر دائرة علاقاتها تنشر أكثر عن نفسها تعتمد على تسويق نفسي تسويق الشخصي لنفسها أكثر من التسويق الآخرين صح تسويق الآخرين لها والدعم والتشجيع هذا بيكون ممتاز لكن أيضا تقلي بنفسك أنت مبدأة فعلا تقلي بنفسك وأعملي هذا الشيء أو أحيانا في ناس كثير يعني بس هي زي ما تقوله ضربات حظ يعني مش دائما أنه واحد خلاص أنا بخلي عملي يتكلم عني في ناس ما بذلوا الجهد كبير في التسويق لكن سبحان الله في عمل أو شيء يساوه اشتهر ضربة واحدة صار هذا العمل ترند وبدأ الناس يشتهروا ويعرفوه هذه لها 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 عدة عوامل أحيانا نكون فيها أنه الشخص بذل الجهد كبير وكذا وأحيانا تكون بتوفيق أنه حصل حصلت له فرصة أنه وصل لهذا الترند الذي شاهر ما نقولش أنه واحد يعتمد على هذا المجال وما فيش مقاس محدد لهذا الموظف وما يجد قياس وكمان المفرض أن واحد إنسان ما يعتمد على هذا الشيء يعني تحصله إنسان كثير زاهد بالتسويق عن نفسه يعني ما يشيش يتكلم عن نفسه ما يشيش يعمل أي شيء حتى بعضهم ما يعجوهم ينشر صور والشخصية على الفيسبوك أو على الإنستغرام يعني كزهد كذا وعني عدم رغبة في هذا الشيء في حين تلاقي يشتكي أن أنا ما حاش يعرفني أنا أكتب أحسن من فلان أنا أكتب أحسن من فلان أنا أعمل أحسن من فلان أنا أسوي كذا طيب ما حت يعرفك أصلا طيب بشكل سريع رامي يعني آخر حاجة ممكن نقوله ونختم معك البرنامج فيه يعني كذا بشكل صارم لا تعملش كذا أنت كشخص شي تسوق لنفسك حذاري حذاري يعني لا تعملش هذا الشيء في أخطاء كثيرة الناس بيقعوا فيها اللي هي أولا الكلام الخاطئ مثلا لما يروح يسوق عن نفسه يتكلم عن نفسه بأسلوب خاطئ يا أما مبالغة يا أما تواضع زيادة تمام أو يكون الأسلوب غير مناسب يستخدم عبارات مش مناسبة كتعامل رسمي مثلا في تسويق رسمي أو شيء هذه أخطاء شائعة جدا المظهر السيء في ناس كثير ما بيهتموش بالمظهر المظهر مهم جدا يعطي عنك انطباع مهم خاصة للجهات التي أنت تروح لها يعني بشكل طمع أنك تأخذ منهم شيء أو تسوق نفسك فيهم عندهم فتوصل لعندهم تصطدم بأنك رايح بشكل مظهر غير مناسب فيأخذ عنك نظرة ما تكون غير جيدة واتكلمنا عن اليمنيين بشكل عام أننا عندنا شوية مفهوم أنه الولد لما يكون مرتب لهذا لما بليقع لا المظهر السيء بالأسف يعني المظهر السيء معناها أن أنت سيء عند الآخرين لأنه ما يعرفوكش ما يعرفوكش أنت شخصي هذه الحقيقة هذه الحقيقة فعدم الاهتمام بالكلام عدم الاهتمام بالمظهر أحيانا اللي هي عدم الاهتمام بتنمية العلاقة مع الشخص أنه خلاص وصلنا للمرحلة كمل ما عد فيش أي تواصل بيني وبينك وأيضا اللي هو أحيانا الغرور الزائد اللي يوصل لمرحلة أنه خلاص أنا أستغني اللي يشتيني بيجيلي هذا كمان خطأ كبير جدا يقع فيه كثير من الناس تحصله أنه جاء فترة اشتهر وكان مشهور وعمال وما شاء الله عليه فيما بعد خفت نجمه ما عد حتى يعرف حتى أي شيء عنه ليش أنا وصل لمرحلة حسب استغناء اكتفاء أن أنا ما عد بتواصل ما عد بذل الجهد أن أنا أسوق نفسي في حين أنه في منافسة كبيرة فالمنافسة المنافسين سوقوا لأنفسهم بشكل ضيعوا للأسف ورامي فعلا يعني كلامك نحن على مستوى شخصي استفدنا منه شكرا لتواققك معنا وإن شاء الله كل الشباب المقبلين على أنهم يعملوا شيء لنفسهم وخاصة في ضد الأوضاع عندنا في اليمن كل شخص محتاج أنه يسوق لنفسه والدنيا هكذا يعني تحب الشخص الفهلوي زي ما يقولوا شكرا لك توقيتك معنا رامي الأبيمي كنت ختامة اليوم حلقتنا في صباح بالقياس شكرا للمشاهدة